اهلا بكل حضراتكم في تغطية خاصة بموعد صرف مرتبات شهر اغسطس للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية خاصة وانه مع بدء اخر عشر ايام خلال كل شهر يفضل حيئ الناس في السؤال عن موعيد صرف مرتبات الشهر التالي لذا اعلنت وزارة المالية موعيد صرف مرتبات اغسطس الجاري للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها موضحة انه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة 3 ايام من كل شهر وقال طارق بسوني رئيس قطاع الحسابات والمدريات المالية انه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر اغسطس بدءا من 24 اغسطس الجاري والمتأخرات ايام 7 و 10 من الشهر نفسه على ان تبدأ اتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصرف الآلي وفق للموعيد المعلنة بالمنظومة المالية الالكترونية ايضا اهاب العاملين في جهات الادارية عدم تزاحم على ماكينات الصرف الآلي خاصة ان المرتبات ستكون متاحة في اي وقت اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهات الادارية من ناحية اخرى بتطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية بقاهرة معرض اهلا مدارس 20-23 اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل ويستمر حتى 10 سبتمبر بقاعد جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بارض المعارض بمدينة ناصر ويتضمن المعرض طرح كافة المستجمات والادوات المدرسية وزي المدرسي للصلاب بمراحل التعليم المختلفة وذلك بأسعار مففضة تتروح من 20-30% مع التركيز على المنتج المصري وذلك بهدف تعميق الصناعات المحلية وتوفير كافة المستلزمات والادوات المدرسية لطلاب في مراحل التعليم المختلفة والمنتجات الوزائية ايضا التي يحتاجها الطلاب وسيشارك في المعرض ما يقرب من 200 شركة من كبار الشركات المنتجة للادوات المدرسية والمكتبية وشونة المدارس كما ستشارك شركات الاتصالات لتوفير الانترنت لطلاب المدارس والجماعات بأسعار محفظة وتطرح كبرى الشركات أجهزة كومبيوتر واللابتوب ويتضمن المعرض جنح خاص لطرح الأحذية وجلود وينيفورم لطلاب المدارس بكده نكون وصلنا مع حضرتكم لنهاية هذه التغطية وشكركم شكرا جزيلا على المتابعة كنت معكم أننا منا يا إخياء وإلى اللقاء شكرا جزيلا على المتابعة